بسم الله والسلام على رسول الله معكم مصطفى جمال هنتكلم النهاردة عن حالة حقيقية لكل تيوب ستاك وهنشوف احنا حلناها ازاي دي قد حصلت معي في شركة بما على بيري بما برضو مش عايزين نشير داتا كونفيدنشيال فخلينا بس ناخد الحاجة اللي هتفيدنا من الكيس دي اللي هو ازاي حلينا المشكلة اللي وقعت معنا فتعالوا الاول نبدأ هنتكلم النهاردة اول حاجة الجوب سكوب الجوب كانت ماشية ازاي قبل ما يحصل الستاك كنا ندخينا على بير ليه اصلا وبعد كده ده حصل فيه بالزبط وحاولنا نعمل ايه عشان نفك الستاك وايه القرار الاخير اللي احنا خدناه لما كل الطرق فشلت معي فخلينا نبدأ ده انا مصطفى جمال اه خريج بتروليس سويس افنون سعطاشر مهندس خدمات ابارف بدر الدين اه بقى دي حوالي خمس ستنين وهتكلم معكم النهاردة ان شاء الله عن حالة اللي حصل لها اصدق اول حاجة خلينا نبدأ كده بصراع عشان ما نضيعش وقت كتير بنعارف الناس لقى مشغولة فمش حايزة تحرق وقت كتير احنا دخلنا على البير ده كنا عايزين نعمله وتستنج عشان نشوف بتاعه عامل ازاي البير ده كان لسه احنا مكنش عندنا اي دافع عنه فكن عايزين نعرف هيجيب تقريبا كام بالنيتروجين ومن غير فطبعا الناتشترال تستنج مجابش اي حاجة لكن بالنيتروجين انزادنا بالكول تيوب بالنيتروجين كان بيجيب حوالي خمسمائة برميل مية وحوالي خمسين برميل زيت شيء لا يذكر يعني مكنش فيه حتى حاجة قليلة جدا بتتعدى بعافية فدي كان البير بتاعنا فاحنا وصلنا على البير في اول يوم وصلنا على البير عملنا رجب للكول تيوب عملنا تاعد كوننكتور عشرين الف مهم جدا ان الرقم ده يا جماعة كونو عارفين انتو عملتو بكامل عشان ده بيفيدك بعد كده لقدر الله لو انت مستق وشاكك انت متايق في الستافنج ولا لا فالرقم ده مهم جدا انت بقوا عارفين عشان بعد كده لقدر الله مش هينفع تعديل ماشي وبعد كده عملنا وقعدنا نبام بنيتروجين وطبعا احنا فاتحين الانيراس ايه عالفلير عشان ما يحصلش اي بلد اوب للبرشر في ايه نتيجة ويحصل كل لبس للكومبليشن تيوبينج على الكويل تيوب جواه تمام كده فمهم جدا انك تفتح انيراس ايه عالفلير عشان تافويد النقطة دي بعد كده نيجي عن المنجوب نفسها بقى نزلنا وقفنا عالدبس بتاعنا كان حوالي الفين وتممية متر وقعدنا حوالي ثلاثة ايام نيه بامب نيتروجين بالمينيموم ريت اللي هو عندنا ربعمائة سكاف بر مينت معادة سبع ساعات وقفنا بس شوية عشان كان فيه نيتروجين سبلاي كان فيه شورت جفيه فوقفنا سبع ساعات في البير مش بنبامب حاجة فدي كان البير كده كده انت دخيلت معي البير انا دخلت بكل تيوب عملت رجب نزلت في البير عندبس حوالي الفين وتممية قعد اضخ نيتروجين بريت ربعمائة سكاف بر مينت وبيجيلي الراجع اللي هو خمسمائة برميل مية وخمسين برميل زيت كنتينيوس مش مش سلقات واشغال كنتينيوس ومعيش ما فيش معايا جاز ده غير طبعا نيتروجين اللي انا بدخل لكن جاز مفيش قعدنا حوالي ثلاثة ايام بنضخ نيتروجين باستثناء كنتينيوس باستثناء سبع ساعات وقفنا فيهم على نيتروجين فدي كده كونديشن البير لانت تخيلت معايا البير كان عامل ازاي بعد كده الحمد لله زهقنا وقلنا هنطلع بلاو طفول لان خلاص احنا جبنا الداتا اللي احنا عايزينها يعني الريت سابت ما بيتقصرش ما فيش اي تغير خدنا التست والداتا اللي احنا عايزينها فما فيش داعي ان احنا نكمل التست ونهلك نيتروجين اكتر من كده فبلاو طفول يا معلم طلعنا الحمد لله طلعنا كل طلعنا كل الكل اللي معنا في البير وجات على خمسين ادم واستقط وقفت خلاص الكل تيوب مش راضي تحرك لأب ولا داون الانجيكتور شغال وبيرفع معنا اوفر بول وبيرفع معنا بس ما بيتحركش يعني كده معانان الكل تيوب استقط ماشي انت معاكش لحركة أب ولا داون عالو كده بس معاك فانت الكل تيوب مش بلوجنج النوزلز ما تسدتش الكل تيوب مش كلابسد طبام فانت معاك بالبرامترز الطبيعية بس معاكش حركة لأب ولا داون ومعاك بس خمسين ادم من الكويل في البير يعني بجد بتبقى حاجة رخمة او اللي هو انا طلعت الفين تبنمية متر اللي يعني خمسين ادم يعني طلعي ماشي وكونديشن البير عندنا ان احنا لما وقفنا نيتروجين ما بيجيبش حاجة مجرد ما بتوقف نيتروجين وشوية النيتروجين في البير يطلعوا البير ما بيجيبش معاك حاجة بعد كده فدي كده كونديشن البير عندنا فهتقهودك كده تعالى وفكر ازاي نحل المشكلة دي يعني ايه الحلول بالترتيب كده المنطقي يعني بلاش نخش بقلبي جامد ونقول همقطع عشان ده اخر اخر حل انا وصل له يعني فخليك كده بالتبرج الطبيعي ازاي نقدر نحل المشكلة دي بالديبلوماسية والهداوة عشان لو ما جاتش معنا خلاص الله غالب همقطع ففكر كده حاولت تكتبه مفرقة كده تست تصغير ليك وهنشوف ان شاء الله بعد ده هنعمل اعمل بوز وفكر وارجع لك ده اتمنى اكون وصلت الحلول فعلا بقى نشوف هنعمل ايه واحدة واحدة هنبدأ بالسليوشن زي من الشمال لليمي هلنبص على ايه اول حاجة النورمال بروسيدجر العادية خاص ليه ابسط حاجة هيقول لك حركة بتاعك فوق وتحت اتأكد ان حركتك فعلا ممنوعة شد عليه وسا ما تعديش طبعا التمانين في المية من التمسائل بتاعه حاول تحدد فين بالووركينج بتاع الاو باي وسيلة اخرى زي ما هنشوف في السليوشن الجاية ماشي ودي يعني بشكل مبدأ احنا عملناها عملنا بيكوب للي هو التمانين في المية وعملنا ده اللي بتحسب من لان حساباته بتبقى رخمة شويتين تلاتة تاني حاجة لو الحركة اللي واحدها مش كافية هنبدأ ان نخش بقى احنا نستخدم البومبينج ندخله معنا ده هنحدد بيه بقى فعلا يعني احنا هنحدد بالبومبينج مش اللي مش هنقدر نحدده بدا وهنشوف ليه وهناخد سامبل لو في اي سكين معنا ونحدد بتاعها عشان نعرف نبخ ايه ماشي فزي بقولك هنا احنا استخدمنا البومبينج عشان نحدد يا تقريبا الفين ماشي كل ده احنا احنا كان معنا بالتفصيل في السلايدز الجاي يا جماعة احنا بس نندي ايه بشكل مبدئي هنا بس وخدنا سامبل وشوف بتاعها ايه الحاجة اللي اتدوبها اخر حاجة خالص بقى ان احنا نقطع ومش عايز احرق لك اقولك احنا وصلنا لها ولا نرقة هتشوف في السلايدز الجاي ماشي دي بقولك يعني للاسف لو انتهت حرور الارض فالامر مطروك للسماء يعني ماشي وكده كان مطروك للسماء لها الامر مقابلها من بعد فتاعدا نشوف بقى الدنيا مشيت ازاي واحدة واحدة وبالصور كده وبالفيديوهات اول حاجة normal procedure هو فعلا احنا مستقين يعني انا لما لقيت مفيش حركة ابو داون هل فعلا ده استق ولا دي غلطة اوبريتور او حد اللاعب في حاجة وهو مش فاهم هو بيعمل ايه بيقول لك هنا احنا بعد ما تأكدنا ان بزيرو مفيش معناق اي راجعت خالص البير قاطع تمام? احنا عندنا هنا احنا نجيب ده احنا هنا ايه الحاجات اللي ممكن تكون مسكة عالكول تيوب ومنع حركتها? اول حاجة كده من فوق لتحت عندك الاستريبر تمام? الاستريبر ده ممكن يكون قافل عامل زيادة عالكول تيوب ففعلا عامل لها استقابه دوان وبالفعل السيفيريتي بتاعة الاستريبر ممكن تمسك الكويل درجة انها ما تتحركش تمام? فشيكنا على الاستريبر وعملنا للاستريبر احنا ريحنا الاستريبر على الاخر ماشي? كناش حوطين علي اي حاجة فقاموا ريحناه والدنيا كانت لازيزان ماشي? بعد كده ممكن البيب رام ممكن الاسليب رام تمام? معك الرامتين دول برضو بتشيك عليهم ان هم مفتوحين بتشيك ازاي? في هنا رام جايد واحد بيطلع على السقلة او لو انت عالبريمة بيطلع يبص على البيب يعنيه متأكد ان الرامة دي فعلا مفتوحة ماشي? لانه ممكن تكون عندك مكابينة مفتوحة بس حصل غلطة مما تعرفش ايه اللي حصل. فاحتماط ضعيف بس برضو لازم نشيك عليه. فاكدنا على الرامات كلها انها مفتوحة واهم حاجة طبعا لان الفوق دول ما ينفعش يتقفلوا خالص طبعا مصيبة. وبعد كده جبنا وطلعنا الرجل هنا بص على ممكن تكون حاجة تحشرت بين تخلي مش عارفة تلف. وده بيحصل كتير لو انت عندك على الانجيكتور بتاعك. فممكن يحصل لك بسبب موضوع ده. اوقت بتتحشر ما بين بتعملك ماشي? ودي حصلت قبل كده معنا. طبعا شيكنا ان كل البلوفة مفتوحة. ماشي? فكده انت شيكت على كل حاجة عندك في ان هي مفتوحة وان هي مفيش غلطة اوبريتور زي ما احنا بنقول. ماشي? والرجل وهو فوق كمان شيك على اللي هنا الجزء اللي فوق وتحت الشيك ان هو ما حصلوش او اللي بيحصل في الجزء ده بشكل عام يعني. شيك ان ما حصلش في الجزئية دي. فانت كده انت الدنيا تمام يعني انت ما فيش غلطة اوبريتور. وبفيه بس مش غلطة اوبريتور. فتعالا نكمل الجاية نشوف الغلطة منين بالزبط. بيقول لك مفيش مشكلة. ده فيديو. تعالا كده نشوف. خلي دي بس ايه? تعالا نشوف الفيديو ده كده. ده يا جماعة ده الانجيكتور. لما طلعنا بالمان بسكت فوق. دي بتاعته. تمام? وده وتحت الجزء ده ده المصورة. الحتة اللي نشايفينها دي. وطبعا دخل هنا دي المصورة اهي. تعالا نشوف الفيديو. اهيه نكون ده سكيل. 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 فليكس. سكيل. نشوف الفيديو. لما الرجل تلع فوق كده خلاص كده احنا شوفنا في سكيل بشكل مبالغ فيه شوية. فموارد يكون ده اللي عامللي المشكلة. ووارد بنسبة كبيرة يكون ده اللي عامللي المشكلة. حتى شكل المصورة مش كويس. شكل المصورة كوتيد وزززكيل. فده مش صح. ومش الطبيعي ان يحصل كده. فخلينا نكمل نشوف احنا عملنا ايه? كملنا في بتاعتنا. ان احنا زودنا زودنا لحوالي خمسين في المية من الليمت. ماشي? وعدنا نشد شوية ونريح شوية. عادنا نعمل للموضوع ده. ماشي? بس ما فيش اي تحرك معنا جماعة. حرفيا ولا الهواء. يعني احنا مستنيين بس صمتي يحصل ما بيحصلش. اللي بيحصل هو بتاع الكويل وخدص. لكن مفيش حركة فعليا بتحصل للكويل تيوب. فبالتالي بالطريقة دي مش هتنفع. لان انت اصلا معكش لنس في البير. يعني انت معكش لنس في البير. ده الطريقة بيقى معك لنس عشان تقدر تشد عليه. عشان يقول لك احنا فين بالزبط. فبتبقى افكتيب. لكن انا كل اللي معي خمسين ادم في البير. فمش لنس اقدر عمل عليه خطس. لان حتى تبقى رفلي شوية. فاتخيل رفلي وانت اصلا كل عندك خمسين ادم. اه جيب فين. فما كانتش تنفع خطس ان احنا نحدد في البير بالطريقة دي. فخلاص كده النورمال بروسيجر مش نفعة. تعال ابقى نخش على البومبينج شوية. بتاعتنا هي حاجة من اتنينية. اما في بتاعتنا هنا جماعة. ماشي او تحتها في البير بقى في فتعالا نشوف هنعرف ازاي. اول حاجة. نرجع للبوينتر بتاعنا. وصلنا في بتاعتنا هنا. عالكيل بورت بتاعتنا قفلنا بايب وسليبس. فاحنا قفلنا هنا كده. ده كده تقفل. وبدأنا نضخ. فتلوقتي تضخ هيملى الجزء اللي فوق ده. تمام? هيملى الجزء اللي فين اللي فوق ده. اللي نتحت هيلاقي البايب رام مقفولة. مش هينزل حاجة تحت الا تسريبات بسيطة لان البايب رام بتهولد بريشر من تحت مش من فوق. بس بيقى تسريب تسريب بسيط جدا ياعمش اللي بالكو فيه. المهم. قعد جينا نبنب. لقينا البريشر بيرفع معنا لتلاتة متين بي س اي. ده كان الليمت بتاعنا عشان الكلابس بتاع الكول تيوبين. فلقينا البريشر رفعه حرفيا في ثواني لتلاتة متين. كان انا بنعمل بريشر تست. بعد نص برميل واحنا كما بتضخ بالميني مامرات. فاحنا كده السكة فوق هنا مسدودة خاص. مع العلم ان احنا عاملين ريتراكت للستريبور. خط بالك من الجزء زي دي. فالمفروض يجي لنا راجع لو الدنيا مش مسدودة. فكده عرفنا ان في بلاجنج في الجزء ده. يعني الجزء ده كده. ده في بلاجنج او في الرايزر هنا. بس في نقطة ما هنا. في بلاجنج وطبعا الاحتمال اقرب ان هو يكون في الستريبور مش في الرايزر. فقلنا خلاص. عايزين برضو نشايك على الدنيا تحت. فتحنا الرمات. فتحنا الرمات يا جماعة هنا. ماشي. وكملنا. وكملنا ضخل. تمام? فالمفروض ينزل هنا. لو في حاجة ست ده هده. المفروض يرفع معي على طول. لقينا لأ ان احنا بنبومب عادي جدا والدنيا تمام. مفيش معنا مفيش ولهت برشر. فكده احنا عرفنا ان الستاك بوينت فوق الباي برام. تمام كده? النقطة دي عرفتنا ان الستاك بوينت ماشي او البلاجنج او الحاجة اللي كانت مع كل تيو هي فوق الباي برام مش تحتها. بعد كده حاولنا نرفع تمنتاشر الف كزا مرة ونعمل كزا مرة. بس طبعا مش بالتمنتاشر. ماشي. بس مفيش برضو اي حركة معنا. برضو نفس الكلام. الدنيا مزدود. فكده عرفنا تعال بقى نكمل. عايزين بقى نعرف هي فين فوق الباي برام. فتعال نشوف كده هنعمل. افلنا. افلنا البايب والسليبس. تمام? وشلنا الموجودة. بس طبعا معرفناش نشيل البوشنج. اللي انها كانت مستقى يعني بشكل رهيب. ماشي? فشلنا بس. وخدنا طبعا عينة من ده. ده شكل المصورة. هي كده جوال ده شكل المصورة جوال يعني في المكان ده بيبقى هنا كده جماعة في نصين قفلين على المصور. تمام? فشلنا ومعرفناش نشيل البوشنج. واخدنا عينة من من ده وقدناها لنعمل نشوف بالدوب في ايه? وبرضو عادنا نضق من ضخنا ايه? زيلين. فلما ضخنا زيلين على الوضع ده يا جماعة لقينا الزيلين عمال يجي هنا. ماشي? عمال يخرج من هنا. فكده او مش من او مش من الجزء اللي تحت. يعني خلينا رجع كده للسليد اللي فات. من اول اللاور بوشنج لحد هنا كده. الجزء ده. فعنا نمسح الاول. من اول اللاور بوشنج لحد هنا احنا فتحيني الصيد دور ها? فتحيني الباب اللي هنا. الجزء ده مفيش فيه بلاجينج. فالجزء ده مش غالبا يعني غالبا مش هو اللي فيه لستق. لان انا عمال يجي لي الزيلين راجع من هنا. انا عمال اضخ من هنا. وبيجي لي الزيلين راجع من هنا. يبقى الجزء ده ما عنديش فيه مشكلة. يبقى ممكن يكون في الجزء اللي فوق ده اللي هو الابر بوشنج وانت طالع. فهنا لانا الزيلين طبعا ميكس تزايلين من الزيلين خامس. لان الميكس تزايلين عمال يجي لنا من هنا. وعمال يقع. فاحنا كده عرفنا ان الدنيا تحت سالكة. تعال نشوف هنعمل ايه في السلايدز الجاي. لك المفروض ما تبقاش في بتاع السترقل. وهنتأكد ان الكلام ده كان صح بس قدامي. بعد كده هنعمل يعني دلوقتي عندنا بتركيب ما ودنا المعمل. المعمل قالنا والله الاسكيل ده بيدوف الزيلين. فاحنا عايزين بقى نفق الستق كده. فهندخله الزيلين. ماشي? بس مش مجرد هندخل لان احنا كده كده معناش مش نعرف ندخ ونفضل نساركل. لان احنا كل اللي معانا مص برميل والبيس اي بتتملت. فاحنا هندخ ونسيقه زي ما هنشوف كده. احنا بمبينا ديزل اول حاجة كتاول محاولة فشلة لنا. بمبينا ديزل من الكلبورد. وسبنا ساعتين. فكتاول محاولة فشلة ان احنا حاولنا بمبي ديزل من الكيلبورد برضو. وسبنا ساعتين. بس ما حصلش حاجة. جينا نشد عليه. لقنا نفس الوفر بول معنا. وما فيش اي حركة وما فيش اي تقدم معنا. فقلنا خلاص ما بيتدهج بقى هندخ الزيلين. فحطينا الستريبر الميتس تاني. ماشي? وبمبينا الزيلين. وسبنا بوست فول هيت بريشر. ماشي? ليه بوست فول هيت بريشر? ها? عشان نتأكد ان دايما ليفر الزيلين وصل لحد الاستريبر فوق. لان لو لو بتاعي قل. ده معناه كده ان الليفل قل. ان الزيلين ما بقاش في كونتاكت مع والاور بوشنج والاور بوشنج والاستريبر الميتس. فاحنا ده اللي احنا عايزينه ان هو يفضل في دايما معهم. فبالتالي لازم امنتين بوستف والهيت بريشر. بعد كده طبعا لانه زي ما احنا قلنا بكده مش عارفين نساركي الحاجة. المهم سيب ناس بيطايم اتناشر ساعة. وكل ما يهدى شوية عشان بتلايك بنرفع احنا ماشي? يعني كنا بنتين حوالي خمسمين بيس ساي. كل ما يقل نرفع تانية خمسمية وهكذا وهكذا لمدة اتناشر ساعة. وبعد كده طلعنا حاولنا ان احنا نطلع من البير. الحمد لله طلعنا خمستاشر ادم من ماشي? طلع معنا خمستاشر ادم. فالحمد لله. الدنيا تمام. ماشي? جينا نكمل ماشي? جينا نكمل لقينا الكولتيوب التاني. للاسف كولتيوب التاني برضو نتيجة تاني. طبعا شكل كولتيوب يطلع بالسكيل. كان عليها هارد فليكس هتشوفه. شكله كان عامل ازاي? فالميكس الزايدين كده احنا عارفنا ان هو كويس. ماشي? بس ايه محتاجين نعمله كذا مرة ونساركل وكلامنا. المهم حاولنا تاني بمبينا زايدين. وسبنا اربع ساعات وحاولنا نطلع ولاوتو فول. ما نفعش. طبقنا في الكيس بتاعتنا كان نحاولي ستة وتلاتين الف شدناهم. وعملنا كان اتناشر الف. وما كانش في معنا اي تقدم. وطبقنا لمدة ساعة. وسبنا ساعة كده. لا نزل ولا بتاعت عن المكان. ماشي? وبعد كده حاولنا تاني برضو نفس الكلام. بقى خير محاولك ان ان احنا بمبينا زايلين. وسبناه حوالي اتناشر ساعة لحد. وبعد كده جينا نشد برضو نفس الكلام ما طلعش معنا. فكده الزايلين ما بقاش شغل معنا. ليه? هتعرف ان بعد كده لما اطلعنا جينا اخدنا عينة من اللي كانت تحت دي. لانها بتدوب في فمش شرط يكون يونيفورم يا جماعة. ممكن جزء من يدوب في الزايلين جزء تاني ما بيدوبش. فحاولوا كل شوية سامبل. خد سامبل كل شوية. ماشي? خلاص. والله غالب بقى. ايه? هنقتل البير. وهنقتها ان شاء الله. فهنقتل البير. ليه هنقتل البير? احنا البير قريدي صبها هيدروستاتيك. ليه هنقتله? عشان يبقى معاك برايمري باريور. البرايمري باريور ما يفعش تعتمد على ان البير صبها هيدروستاتيك. لازم تبقى شايفي بعينك تقدر تعمله لكن البير صبها هيدروستاتيك هتعمله منين? ممكن يكون عمال يعلى يعلى والبير هيقوم عليك تاخد كيك او بلو اوت وانت مش شايف. ففي او في الوان باريور او الهايدروستاتيك اوبرايشن لازم تمنتين وتبقى شايفه بعينك. فاحنا هنا هنقتل البير. المهم زي قلنا بعد الاتناشر ساعة حاولنا نشد معرفناش. فخلطنا خمسين برميل بكسيل. وفتحنا البير على الفلير. وسركلنا عشان ناخد راجع. ماشي لقينا ان بعد تلاب برميل. جلنا الحمد لله راجع على طول. فالبير كمليان. ماشي? البير كمليان الى حد ما. ما كانش اللي هو فاضي خاطص. عشان ما حرقش معنا ماي كتير. مهم دخنا برضو سبعة وعشرين برميل عشان نتأكد والدنيا تبقى تمام. وقفنا بامبينج والراجع وقف. وخلص بقنا شايفين قدامنا. عاملينه لو قل بنعوض على طول فاحنا كده قتلين البير والدنيا تمامة. المهم قبل ما نبدأ شايفنا تاني. ملينا البير تاني. والبير كمليان زي ما قلنا. ام حاجة ملتين في قتل البير. هنيجي بقى لقطع لقطع كول تيوب. طبعا الاوراق والسيفت يا جماعة هم اهم حاجة. فاستلمنا او دي بيبقى تغيير عن الخطة الاساسية اللي انت تدخل عليها على البير. يعني انت تدخل على البير هتعمل طب هتغير بيبقى تعمل حاجة اسمها ام و سي. ام و سي ده اللي هو جماعة انا هغير في حاجة في او في حاجة في فلازم بيقى باتفاق من الادارة العليا عشان الناس كلها تققى معاك. ماشي? واستلمنا الموافقات ان احنا خلاص هنقطع كول تيوب. عملنا تي بي تي او نقشنا مع الناس الموجودة وازاي نتحكم فيها. وعملنا على الناس كلها. ده اهم حاجة اهم حاجة في الجوب. يعني ده اهم من الجوب بنفسه. ده ان ده بيحافظ على ارواح الناس. فحاول دايما نتحافظ علي. ومكسنا مية تانية وبدأنا نبومب من الكل تيوب. وخدنا الراجعة اتاكدنا ان الدنيا تمام. بنشيك تاني وتالت وعاشر على الفريود ليفل. يا جماعة قبل الابريشن. بقاش تفتح قلبك. فتعالوا نبدأ كده الخطوات تاني. اول حاجة تعالوا نركز برضو مع الانيميشن. اول حاجة هنقفل بايب وسليب رام. ماشي? دي اول حاجة. ماشي? طبعا لو في برشار هنا بتبلده. وبتكسر الفلانجة اللي هنا. سوري. تقفل بايب وسليب رام. شاف المسمرين السود دول. هتكسر الفلانجة. ماشي. وبعد كده هتفتح البايب والسليب رام. وبعد كده هتطلع بالوينش. تمام? هتحرك بالوينش. مسلا حوالي متر. تمام? هتطلع بالوينش حوالي متر. بحيث تبقى شايف الجزء ده. كلام جميل? بعد كده احنا عايزين نقطع من هنا. فعايزين نمسك الجزء ده. عشان ما يقعش تحت. كلام جميل? حلو. هنقفل تاني عشان نبسك كل تيوب. ماشي? وهنمسكها بحاجات تانية. او هتبقى مساعدة لنا في رفعها بمعنى صح. اول حاجة شايف ده? ده يعني شبه شوية. ماشي بس ده عافي شوية. المهم هنحط ده على من فوق. كقاعدة اللي هنحطه بعد كده او اللي هنحطه بعد كده. فده شكل ده شكل سليبس كلامب او البايب كلامب. ماشي خلنا نقول سليبس كلامب بيبقى يسمى اضق شوية. في هنا سليبسات زي ما انتا شايف كده خشنة. دي بتمسك عالكويل تيوب. وبيترفع من هنا من الايز دي. بيترفع بالوينش. فبالتالي انا هدف كله ان انا بعد مقطع يبقى فيه وسيلة عندي. امسك الكويل دي. وارفعها بالوينش. فهتبقى الوسيلة بتاعتي هي السليبس كلامب دي. هتمسك عالكويل عن طريق السليبس اللي موجودة هنا. وهتترفع عن طريق الايز اللي هنا من غير انجكتور. فهتتحط بالشكل ده دي صورة حقيقية من الوضع عندنا انا. ده ماشي? اللي رفع على بتاعه الصغير ده. ماشي? ده. ده. واللي فوقه هنا. ماشي? بتحطوهم فوق البي او بي. وبيقوا مسكين عالكويل تيوب الكويل تيوب هيا يا جماعة. يقوا مسكين عالكويل تيوب من هنا. بعد كده. بعد كده بتستخدم بقى الكريمبينج تول دي بس مع الشفرة. مش اللي بتعمل بيها مع الشفرة او بمنشار بلدي لو ما فيش الكلام ده عادي جدا بس الصحة تعملها بكريمبينج تول دي. وبتحط الكل تيوب هنا. بتعط لفها وتلفها وتقرد كل شوية تلف وتقرد لحد ما تقطع الكل تيوب. الكلام ده كله بعمل بتحط هنا وهنقطع من هنا. وبعد كده خلاص قطعنا. هنعمل بقى للجزء بتاع البي سي اي ده. ماشي اللي فيه والرايزر والانجيكتور. وانكسروا براحتنا على اقل من مهلين على جنب. ماشي ونهتم بقى اللي في البير ده. طبعا مهم جدا تتأكد ان الكلامب ماشي نفس بتاع الكل تيوب بتاعتك. وكمان للوزن اللي هيشيله. لما يبقاش عندك الفين ادم في البير. ويجيب لهم نفس الكلام اللي هيجيبه لو انت عندك خمسين ادم في البير. ده وزن وده وزن. ده ريتنج وده ريتنج. ماشي? فاتأكد بس ان الكلام بتاعك ماشي للويت اللي هيشيله. وللصايز اللي هيمسك عليه. كده خلاص احنا قلنا البي سي اي هنشيل همها. هنبقى نكسرها بعدين براحتنا. هم حاجة اللي في البير. بعد كده هنجيب لو الجزء البرتقاني ده. هنمسك على البيب كلامب. على البيب كلامب اللي احنا فكناه من هنا. على اللي احنا ربطناه قصدي على المصورة من هنا. وهنرفع بالوينش. نطلع الجزء اللي مبقى من المصورة من البير. طبعا لو انا عندي لو انا عندي آآ لنس كبير في البير اكبر من كده مسلا مئتين ادم ولا حاجة. هتبقى شوية تطلع شوية وبعد كده هتقفل تحط وتحط تقطع وهكزا وتفضل تطلع وتقطع 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 تطلع وتقطع الحد ما تطلع اللينس بتاع كل. احنا الحمد لله ما كانش معنا لينس كبير. فطلعنا حوالي خمسة ادم شوفنا الكنكتور. فخلاص شوفت الكنكتور. قدرنا نقفل ابر ماستر فالف واللاور ماستر فالف. اللي ما بتوع كوريس مستري هنا. وعملنا سكيورنج للول. وخلاص بقى نزلنا المصورة دي على البير وفكنا البيتش ايه بتاعتنا? وعملنا للبيتش ايه بتاعتنا? وعملنا للبيتو بي بتاعنا? والحمد لله كانت جوت جوب ومحاديش حصل له حاجة والدنيا كانت تمام. فدي كده كان باختصار الخطوات اللي احنا عملناها. اه اتمنى تكون واضحة ومترتبة لو في اي حاجة برضو. خلينا نتكلم سوا احنا مع بعض. لكن احنا قفلنا كوريس مستري. ده شكل وبس كلمبو همسك على المصورة. انا عايزك هنا بس ببص على شكل عامل ازاي? يعني شايف دي طبقة ماشي? طبعا الوقع ده كان موجود وقع. ماشي? فكانت المصورة كلها متغطية بسكيل. ده شكل المصورة وهي جوة. هم فكوا بس ما عارفوش يفكوا من فوق. من فوق مستقل. ماشي? فللاسف كل شيء بمستقل حد يومنا هزا يعني. حسب اخر قطيت معايا. ماشي? زي ما احنا شايفين ضخم قوي. فكل ده وحنا عاملين يطلع بلاوتو فيه عامل يتراكم يتراكم لحد ما جاءت الكاشة التي قطع ما تظهر البعير يعني. اما جاء قفلت خالص بقى. لا فوق ولا تحت. فعليك قد تخيل في البير ممكن يخليك تستوك. فخد بالك طبعا. وربنا نستورها يعني ما لهاش كبير. فخلان نتكلم عن او الاسباب الرئيسية اللي خلتنا نقع في المشكلة دي. طبعا واضح ان هو السبب الرئيسي. طيب تعال نتكلم عنهم كده. اول حاجة يقول لك البيض ده زي ما احنا قلنا كان لسه بير احنا معناش اي داتا ليه. ولا بيكون ما بيكونش طب لو بيكون هيدوب بايه? احنا ما نعرفش لسه البيض ماشي? فده اول سبب من الاسباب. تاني سبب برضو ما فيش لوبريكان تانك. تعال وارك صورة لوبريكان تانك ده عشان تخيلين شكله عامل ازاي او فين? ده جامع شكل لوبريكان تانك ده. ده بيقى فيه لوبريكانت. ماشي بيقى متوصل على اللي جاي من الباورباك. وبيضخ من هنا. ماشي? من على الترافلينج هيد هنا. بيضخ على كولتيوب وهي دخلة وهي خارجة من البيض. تمام? لوبريكان تانك ده ليه مزايا كتير جدا. يعني لو انا في بستخد نوع معين من اللوبريكانت. بيحافظ لي على الكولتيوب. ماشي? وعلى كل حال هو بس لو حاطنا فيه مواد معينة حسب البيض اللي احنا نزلين فيه. بيحافظ لي على الكوروجين. وده كلام مش بتاعي انا. فبرضو تاني سبب احنا معندناش لوبريكانت تانك. اا مش هنعرف نحافظ على الكل تبقوا نمنع الكوروجين بتاعها. ماشي? ده تاني سبب. تالت سبب. اا لما اتكلمت مع مفيش طريقة واضحة ازاي يحافظ على المصورة من برا. المصورة من جوه ماشي. وما يضخوا فيها مادة معينة بتحافظ عليها من جوه. على الامسايد وول. طب الاول يا جماعة. اللي حصل فيه عندنا. انتم بتحافظوا عليه ازاي? اللي يمنع ان يحصل فيه او يتاكل. ما كانش فيه واضحة. وما كانش فيه طريقة واضحة. يعني حتى الكلام كله كان طرق بلدي مش حاجة يعني. فطبعا دي برضو مشكلة كبيرة. اخر حاجة هي وارد اصلا يكون ده كان فيه مشكلة من قبل كده واحنا ما نعرفش. احنا شيكنا وعملنا تاست وعملنا كلام ده كل وغيرنا قبل الجوب. بس برضو انت مش هتشوف اللي جوه. انت مش هتغير وابر بوشنج ولاور بوشنج. مش تعمل الكلام ده كل. فوارد يكون المشكلة في المعدة نفسها واحنا ما عدناش خلفية بيها. ما فيش شفافية كفاية في التعامل. فدي كلها اسباب ممكن تكون قدت للسطاق ده. بس كده. آآ بشكوركم جدا على الفيديو اللي انتم شفتوه الاخر. وان شاء الله شوفكم فيديوهات جاية مع كيس دانية حقيقية وانشقوا ازاي نحل لها ونتعلم بقى ازاي نخش في الريل وورلد والمشاكل الحقيقية اللي بتحصل مش كلام الكتب وبس يعني. يما نشوفكم الفيديو بجاي. السلام عليكم.